اشتركوا في القناة منذ ان بدأ وحتى تاريخ اليوم حكم على ادباعه بالسجن ومن تجاوز عدبة ذلك السجن لقيا حتفه لقد استطاعت الرسوم الدنماركية ان تسقط الحجر الاول في جدار ذلك السجن وتفتح طاقة كي تدخل منها اشاعة الشمس بعد ان طال ظلامه سيسكن التاريخ يوما الاستاذ فلمينغ روز رئيس تحرير الصحيفة الدنماركية التي نشرت تلك الرسوم هذا ما قلته له عندما زارني في بيتي وقلت للدنماركيين في الكلمة التي القيتها في مقر البرلمان الدنماركي خيرا فعلتم اعيدوا نشر تلك الرسوم كلما اتيحت لكم الفرصة الصحيفة الدنماركية مارست حقها في حرية التعبير والحريات اقدس مقدسات الغرب ولا شيء يعلو عليها ولكن اقول ولكن لو لم يكن الاسلام على ما هو عليه لما ظهرت تلك الرسوم فهي لم تأتي من فراغ ولم ينبشها الرسام من وحي خياله بل كانت انعكاسا لمعرفته فالابداع في اي حقل من الحقول هو انعكاس لمعرفة المبدأ لا اشك ان ذلك الرسام قد قرأ الكثير عن الاسلام واستوحى تلك الرسوم من قراءاته فالرجل الغرب الذي يقرأ قول محمد جعل الله لي رزقي تحت حد سيفي لا يمكن ان يتخيل عمامة محمد على شكل حمامة سلام وليس على شكل قنبلة على المسلمين ان يتعلموا كيف يسغون الى انتقادات الاخرين علهم يعيدون النظر في التعاليم الارهابية التي بين ايديهم وما تستطاع ان يفعل ذلك سيراهم العالم بطريقة افضل ثم سيرسمهم بطريقة افضل اعوذ بالله اولا اخي الدكتور الاسلام اكبر واعظم من ان ينال منه لا الذي نشر الرسم الكاريكاتوري ولا التي تتحدث منه وللحقيقة وللأسف الشديد ان كل هذا الكلام هو كلام كاذب مئة في المئة للأسف الشديد ويبدو لي ان المخابرات الامريكية والسهيونية بدأت تصنع بالفعل شخصيات معادية لامتها على هذا النحو السيدة وفاء بس ارجوك ترد على كلامه وليس على شخصيها انا برد على كلامها يا سيدة برد بالكلام يا سيدة العزيز السيدة وفاء او هدى هدى او الوفاء الدكتورة وفاء السيدة وفاء ديفيد حسب ما يسمونهم في الغرض باسماء الازواج يعني زي هيلاري كلينتون هي اشد الناس عداء للإسلام بس مش هي الموضوع مش هي الموضوع رجاء انا ترد على كلامها بهذا السبب هي ترى ان الرسوم الدنماركية يبقى يعد نشرها انا اتحدى السيدة وفاء اتحداها ان تردد وراء هذه الجملة اسرائيل اقترفت محرقة نازية في غزة اتحداك ان تردديها على مستوى اللغة يا سيد العزيز المحرقة اصبحت اشد تقديسا حتى في عددها من حتى من المسيحية كل الذي انتقد المحرقة او تحدث حتى عن تقليل الاعداد نعم حتى الذي طالب بتقدير صحيح لاعداد الذين ذهبوا في المحرقة لا يستطيع ان يتحدث هذا الغرب الذي يتحدث عن الديمقراطية والسيدة التي تتحدث عن الديمقراطية لا تتحدث عن من نالوا قمعا وارهابا في الغرب والله يا امتنا شعوب الغرب وضعهم بالغ السوء لا يفهمون ما يجري يسيطر عليهم امثال مثل هذا الكلام لانه لا توجد حرية حقيقية في الغرب السؤال المطروح لماذا لا تصبح حرية التعبير في الغرب مقدسة الا عندما يتعلق الامر بتدنيس مقدسات الاسلام يعني الاسلام او المسلمين سؤال بسيط هل شاهدتي الاحتجاجات في الغرب على فيلم الاغراء الاخير للسيد المسيح ماذا فعل المسيحيون في الغرب احرقوا عشرات دور السينما حتى الارض انت تعلمين ماذا يحدث لك ولغيرك في امريكا عندما تتحدثين عن المحرقة اليهودية طيب يعني كل ذلك ممنوع اما الحرية فقط في تدنيس المسلمين ومقدساتهم اولا لماذا تحرمون على الغير ما تحللونه لانفسكم عندما تزعقون من على مآزني جوامعكم في حي معظم سكانه من المسيحيين الآية القرآنية التي تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم عندما تبثون من خلال اذاعاتكم الآية القرآنية يا سيدتي يا سيدتي يا سيدتي خلينا بالموضوع السياسي ونبتعد نبتعد بس دقيقة عطيتهم وقت عليك لا لا اتناشف الموضوع اتناشف الموضوع الآن في رسوم كلمنا عن الحرية في الغرب فضل دعني انهي كلامي عندما تبثون من اذاعاتكم الآية القرآنية التي تقول قالت اليهود ويد الله مغلولة يا سيدتي يا سيدتي ليس موضوعنا ليس موضوعنا المشتمر بالمقدسة موضوعنا حرية التعبير ومواجهة الإساءات رجاء فضل قبل ان تطالب الغير باحترام عقائدك عليك ان تحترم عقائدهم هل انت تحترم عقائد الآخرين عندما تتلو تلك الآيات هل انت تمارس حرية التعبير لماذا لا تقيم تلك الآيات بحرية عقيدة مش حرية التعبير بس دقيق بس دقيق فضلي لماذا لا تقيم تلك الآيات القرآنية يا ستي مش هلما الرؤاني يا ستي ما بيتقيمش ليس هذا موضوع في السياسة يا سيدي يا دكتورة وفاة فإنما تلك الرسوم دعني أنهي كلامي من فضلك أعطيته وقته وأعطني وقتي طيب يا دكتورة خذي وقتك كاملا موضوعي هو حرية التعبير وليس مناقشة الكتب المقدسة رجاء رجاء قولي ما تشاءين هذا ليس صحيحا إذن يحب لك أن تتبنى دينا يأمرك بقتل الآخرين وتقول هذا دينا لا تقترب منه ما الفرق بين هناك فرق أصلا القرآن هو أعلى سلطة دينية وسياسية في العالم الإسلامي بينما الرسوم الدنماركية ما هي إلا حدثا عابرا في صحيفة لا تمثل أي سلطة دينية أو سياسية في الدنمارك أنا أسأل سؤالا لماذا حرية التعبير في الغرب فقط مقدسة عندما يتعلق الأمر بإهانة المسلمين هل يستطيعون أن يتحدثوا عن المحرقة هل يستطيعون أن يتحدثوا عن المسيحية هذا هو السؤال أحرق أحرقوا السينمات دور السينما في الغرب عندما تحدثوا عن السيد المسيح لم أسمع أنهم أنا أعيش في أمريكا ولم أسمع أن السينما واحدة في أمريكا قد حرقت فمن أين أتيت بهذه الأخبار يبدو أنك تعيش في أمريكا وأنا لا أعيش هنا هذا الكلام ليس صحيحا ولا أساس من الصحة له يجب أن ترتكسوا إلى انتقاد عقائدكم بنفس الطريقة التي يرتكس بها المسيحيون إلى انتقاد عقائدهم إن ردود الفعل الإسلامية التي اتسمت بالهمجية والتخلف همجية لن تجلب لهم همجية وكان الصحيحون بيضمر أمة همجية هذه هي الهمجية وهذه هي الهمجية وهذه هي الهمجية دي الهمجيات دكتورة وفاء أسألك سؤالا ألا تعتقدين أنك تضحكين على المشاهد يعني تصفين بعض ردود الأفعال البسيطة بالهمجية هل نسيت أن البلد الذي تسكنين فيه دمر بلدا بأكمله اسمه العراق قتل مليون ونصف مليون عراقي شرد خمس ملايين عراقي ألم تشاهد الأطفال عشرات الأطفال الذين أبيدوا في غزة في محرقة بشهادة إسرائيل يعني عندما يفجر شخص نفسه يصبح إرهابيا أما عندما تبيدين شعبا بأكمله ودول بأكملها يصبح عملا إنسانيا على من تضحكين بالله عليك تعال نتحدث عن أحداث غزة أنا إنسان أحب الحياة وأحترمها أما لماذا أنتم مستاؤون مما يجري لا أعرف فالقرآن كان واضحا لا يا دكتور 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 سيدتي اسمع أعطيته الحرية أن يتكلم أنا أتحدث في السياسة أتحدث في رأي موقف الحكومات أتحدث في جرائم ومواقف محددة أنت جاية متبرمجة عشان تحجم المسلمين وتحجم القرآن هذا غير مسموح به هذا كلام تروح تقول في الكيان الصاهيوني كما رحت زورتيهم لماذا هم مستاؤون مما يجري في غزة وقد قال لهم القرآن أن تقتلوا أو تقتلوا وها هم يقتلون ويقتلون فأين الغزة في الأمر لا يمكن يا سيدتي عايزة تكلم في السياسة تفضل يا سيدتي رجاء في السياسة رجاء هو كل الكلام بتاعه عن السياسة ربي عليه في السياسة لا تستطيع دكتور فيصل أنت تعرف أنك لا تستطيع أن تفصل بين الإسلام والسياسة فالإسلام ليس دينا وإنما سياسة ويجب أن تدعني أن أعبر عن آرائي بالطريقة التي أريد أن أعبر فيها عندما اتصلت بي لم تقل أنك لا تستطيعين أن تتناول الإسلام والقرآن الإسلام قال لهم أن تقتلوا أو تقتلوا وها هم يقتلون ويقتلون فأين الغضاضة هم يريدون الشهادة ويريدون أن يلتقوا بحورياتهم العزراء وكل ما هنالك إسرائيل تسارع لهم في طلبهم فأين الخلل في ذلك الأمر إذا أردتم أن تغيروا مجرى الأحداث عليكم أن تعيدوا النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديكم عليكم أن تعترفوا بحق الآخر في الحياة وأن تحترموا هذا الحق عليكم أن تعلموا أطفالكم الحب والسلام والعيش المشترك والعمل المثمر وعندما تفعلون ذلك سيحترمكم العالم سيراكم بطريقة أفضل وسيرسموكم بطريقة أفضل عندما تريدون سلاما ألا على ثقة بأن إسرائيل تريد السلام ولكن طالما تفعلون على أنفسكم تلك التعاليم المليئة بالحقد والدغينة والأرهاب لن تستطيعون أن تصنعوا سلاما مع الآخر يجب أن تعترفوا بحق إسرائيل في الحياة وتحترموا هذا الحق وأن تعلموا أولادكم الحب والسلام والعيش المشترك وعند إذن سيكون هناك سلام هل دعوتني إلى البرنامج كي أسمع تلك الخطابات الرنانة التي مضى على اشترالها 1400 سنة جميل الحمد لله نحن عندنا هوية وحضارة تصور رجلا يؤمن بقتل تارك الصلاة ينتقد الحريات في الغرب إنها لمهذلة أي ماضي ذلك الذي يدافع عنه هل يدافع عن الغزو والغنائم ماضي الأمة الإسلامية التي كانت منارة العلم على مستوى العالم ومضاح ما طاب له من النساء وقطع الرقاة وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وتكفير الناس وشرب بول الإبل لأن فيه دواء لكل داء هل هذا هو الماضي الذي يدافع عنه لا أنا أدافع عن ماضي عظيم لأمة عظيمة العرشرة العلم والمدنية لما كان الغرب أفضل حاجة عندهم واحد يصطد أرنب ويرجع في الجحر بتاعه لا هذه الأمة التي قدمت الحضارة وقدمت للإنسانية أنت لا تحترم وقت الآخر وتثبت بذلك همجيتك لا أنت بتهلوسي يبدو من الطبيبة نفسية فعندنا والله يأكد فيه أفلام دي هلوسة دي بتصب الدين والقرآن فضلي فضلي باختصار وبتشتم كمان فضلي اسمع فضلي اسمع الوقاحة هي أسلوب الرجل الضعيف ليتظاهر الوقاحة هي ما تقولينه عن القرآن الوقاحة هي ما تقولونه عن الرسول حينما تقفين مع من حينما تقولين أن الله يثرتر في القرآن أنت إنسان لا تملك حجة ولا أخلاق ولا عقل احترمي نفسك احترمي نفسك أنا الذي أمتلكه هو دفاع عن أمة وهوية وقرآن وتراث أنتوا تدافعين عن مصالحك الخاصة تدافعين عن ارتباطك باللوب الصهيوني الذي جعلك تزورين الكيان الصهيوني لماذا لم يتحرك ضمير هذا المعتوه احترمي نفسك فقدت القدرة فقدت القدرة على الحوار